اشتركوا في القناة المحليات الأصائل اللي يبناء القبائل نتمنى إن شاء الله التوفيق والنموس للأخوة المشاركين هملون من يستطع إذا عدتنا من يسيطر على المركز الأول لعلي بن سيف الكعبية النقلة على المركز الثاني اللي في المركز الثاني شعار لغويس محمد بن خلفان لغويس يتواجد مع شاهين هنتقل وياكم إلى الثالث المراكز اللي في المركز الثاني شعار عبدالله بن علي أو علي بن عبدالله بن علي بن واس على ظار ضبيان النقلة على المركز الرابع اللي في المركز الرابع اللي في المركز الرابع اللي هو شاهين سعيد بن علي بن واس خامس المراكز هنا مرسوم محمد بن محمد رغويس النقلة على المركز الساد يتواجد هملون سعيد بن سالم بن واس بينما اللي في المركز سامس في المراكز المركز السادس اللي في المركز السادس وتعود من كيشاين حمد بن خلف محمد وخلفان لغوث هكذا هي النتيجة هكذا هي النتيجة يسير راس ويبغي ينتهي راس ورقم القياس يمحطمنا والروحان ما شيء وسواس دايم جهازا بندنا عليه حرز الله من الناس ونحيدها ما يلحقنا الله يدرعي الله يدرعي متفوق الدرعي صامد على مقدمة الشوط ويبغي السلام لها الخوانيج بقول سلام لخوانيج سلام سلام لخوانيج سلام لها للخوانيج وين ما يسكن بمحمد سعيد بن محمد بن حزيم بهذا الشعار الذي يتواجد هنا في شوطن الأول الرئيسي لأبناء القبائل الدرعي والأخوة الدرعي مسيطر على المركز الأول صامد منفرد تقريبا بفارق 200 متر عن بقية المراكز وسلام عليكم سلام 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 لسعيد بن محمد بن حزيم بمناسبة فوز الدرعي وترشيحك عامر في محل هذه الحلات وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والأموز تهانين لبمحمد من نسبة فوز الدرعي بالمركز الأول وهذه الحلات وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والأموز المركز الثاني لسيف بن أموز المركز الثالث للسيد قليف بن نعيم المركز الرابع لمحمد بن محير بن وصف المركز الخامس حمد بن محمد القوز المركز السادس للسيد سعيد بن علم بن وصف المركز السابع لمحمد بن خلفان القوز ثامن المركز سالم بالرأس المغلية المركز التاسع علي بن سيف كعبي عاشر المركز سعيد بن سالم أولوس هكذا يا أخوة كانت تنديجة تحانينا بالحقيقة والنامو السعيد بن محمد بن حزين بن أسفة فوز الدرعي في المركز الأول وفي الشوت الأول الرئيسي لبناء القبال توقيت سمين ست دقائق 14 ثاني وخمش وشتين جمسان تحانينا وأنهم